السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد على القناة بسبب الغموض الذي يشهده مستقبل استيراد السيارات الجديدة في الجزائر ورانا شفنا كنا وشصرا في زمن وزير الصناعة السابق فرحات ايتالي براهم جاب بينا قريب عام ومعها ومدخل حتى سيارة جديدة إلى الجزائر ما راناش حابين نقع في نفس الخطأ تع وزير الصناعة السابق وهذا الوزير كذلك يجيب بينا عام وآخر بلما يدخل السيارات لذلك هناك مجموعة من القناوات تعاليوتيوب وكذلك صفحات الفيسبوك رح نديره فيديو مشترك بإذن الله نرسله إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته السلطة التنفيذية الأولى في البلاد نطلب منه مجموعة من المطالب أنه يسرع في عملية استيراد السيارات الجديدة كذلك إذا الدولة غير قادرة على استيراد السيارات الجديدة نتيجة للأزمة التي تشهدها الدولة نطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السماح باستيراد السيارات الأقل من خمس سنوات والسبع سنوات التي ستكون أكيد في صالح المواطن البسيط والجزائري ورح تساهم في انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الجزائر الفيديو النجاح التاعه بالطبع يحتمد على المتابعين تاع القناة والقنوات الأخرى ماذا بنا خبتي مطلوب منكم فقط تبارتاجي ليا ولا الرابط تاح هذا الفيديو وتنشره في جميع مواقع التواصل الاجتماعي تنشره في تويتر تاع رئيس الجمهورية تبحثوا الوزارة التجارة ووزارة الصناعة تبحثوا حتى للقنوات الرسمية تحطوه في صفحات الفيسبوك المعروفة في مجال السيارات هذا كل ما عليكم تدير فقط بارتاج وتنشره تخيلوا خبتي كون كون كونوا مثلا خمسين الف ولستين الف وحد يبرتاجي الفيديو شحر رح يكون صدا بالطبع رح يوصل الصوت تاحكم الرئيس الجمهورية ان شاء الله عبد المجيد تابعون وكان هو في آخر لقاء صحفي الذي تم بثه على القناة الأولى كان قال باللي هو مستعد باش يلبي كافة طلبات المواطنين ماذا بكم خبتي نقفوا مع بعض والنجاح هو نجاحكم بالدرجة الأولى ورانا نشوفوا الأسعار المتاهبة اللي رانا نشوفوا في هذه الأيام في الأسواق الجزائرية ماذا لا أي واحد حاب يشري سيارة بسعر عادل وسعر معقول ماذا به بارتاجي الفيديو ان شاء الله رح نديروه هذا الأسبوع ماذا بي الكل يكون حاضر بالبرتاج واللايك وان شاء الله نحق المطلب بتانا والسلام عليكم